يعني أنت الآن في زيارة السيد عادل عبد المهدي الأخيرة وزيارة السيد روحاني إلى العراق التكامل الاقتصادي مع إيران في رقم غير مسبوك سيصبح 20 مليار دولار البلد اللي ينتفع منك 20 مليار دولار وما تقدر تعدل معاه اتفاقية 75 وما تقدر تعدل 42 رافض المي اللي انقطعت وبعدين يتحول العراق لحاوية من ماكو جفاف تمقطع الروافض على شط العرب ولما صير سيول الذبه عليها يعني يعني واحد يسأل بكل بساطة وبكل براءة ياه الأهم الحقول المشتركة وتوصل إلى صيغة اللي هي تحل المشاكل بين البلدين لو قضية تأشيرات الدخول مع الإيرانيين وأسويها مجانا ياه الأحسن والله ما عادر انت يقول خلي المشاهد يقول هو بعد يستنتج وهو خلي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حسنا أنا ما أردى أدخل بالسياسة خلينا ياه أنا شعلي طب انت تدخل بالسياسة مرات أنا ما أدخل أنا أحتي نفط بس اي أنا وشيعت مصبوغة وياهم أنا أحتي نفط بس